شروق الأخبارية أرحب بكم من جديد في أظاهرها الأخبارية بملف نقاشها الأول والرئيسي إذن بالنسبة للملف الرئيسي للنقاش منحو العقار الصناعي لأصحاب المشاريع المنتجة للمادة الأولية إجراءات للجزائر تصب نحو تقليص فاتورة الأسراط إجراءات 2024 الاقتصادية تشجيع التصدير واستقطاب فائد الانتاج لتحكم في الوفرة كل هذه النقاط وأكثر أناقشها مع ضيفي الكريم معي بي الأستوديو الخبير الاقتصادي الأستاذ الجامعي أستاذ أحمد حدوسي ورحب بيك معنا مساء الخير مساء النور شكراً سيد أحمد حدوسي أهلاً بيك سيد أحمد حدوسي كما سأستقبل هاتفياً السيد طارق بولمرقى رئيس الجمعية الوطنية للمصادرين سأستهل معك النقاش السيد وأستاذ أحمد حدوسي لما أتحدث عن إجراءات 2024 قبل أن نمر إلى 2024 لا بأس أن نقيم 2023 من أشواط قطعتها لتقليص فاتورة الاستراض من أجراءات كانت مؤثرة لتحقيق المسعى والهدف المرجوع الرفع من حجم صادرات الجزائر خارج المحروقات لليوم مع تقليص فاتورة الاستراض من جهة ومع الرفع من حجم صادرات الجزائر من جهة أخرى كيف تقيم كل هذه الأجراءات المتخضة عام 2023 مع الأرقام طبعاً التي تم التصريح بها شكراً على السيدة فابس من الرحمن الرحيم صحيح أن أرقام سنة 2023 خاصة أن نتحدث عن مؤشرات الإقصاد التي كانت كلها في الخانة الإيجابية وهذا جاء بعد الإجراءات التي قامت بها الحكومة الزائرية خاصة بدءاً بالقانون وموازنة 2023 شهدت قفزة نوعية من حيث الكم ومن حيث النوع لأن كانت تعتبر إلى غاية السنة الماضية أكبر ميزانية في تاريخ الجزائر لهذه سنة سنة 2024 عقبتها سنة أخرى كذلك ميزانية تاريخية رصدتها الحكومة الجزائرية من أجل دفع بالاقتصاد الوطني لما نتحدث عن سنة 2023 الحكومة الجزائرية قامت بمجموعة من الإجراءات أهمها نبدأ بنهاية سنة 2022 من خلال استثمار قانون الاستثمار الذي كان منتظر وعول عليه الكثير المستثمرين الجزائرين وكذلك حتى الحكومة الجزائرية تعول عليه كثيراً من أجل رفع قدرات الجزائر الانتاجية لأنه لا يمكن الحديث عن تطوير أي اقتصاد دون الحديث عن تطوير الإنتاج وتوفير احتياجات المواطن بمختلف أنواعه لذلك جاء هذا أولاً في المرحلة الأولى في نهاية 2022 قانون الاستثمار كذلك الحكومة قامت بإجراء آخر وتعديل قانون النقدي والمصرفي من أجل إعطاء الديناميكية أكبر لقطاع البنوك لأنه تعتبر البنوك العصب الرئيسي والمحرك الرئيسي لأي تطوير نشاط اقتصادي طبعاً فتح رأس مال البنوك العمومية في الخارج كانت خطوة مهمة في 2023 مشاهدي شروق نيوز أعود مرة أخرى وأستقبل وأرحب بضيفي الكريم الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي أحمد حدوسي أرحب بك معنا مرة أخرى شكراً طيب كما سابق وأشرت إن كان ضيفي هاتفياً جاهزاً دعوني أرحب به طيب سنتواصل مع ضيفي هاتفياً دعني فقط كما سابق وأشرنا أن نعود جاهز طيب أرحب بضيفي الكريم السيد طارق أبو المرقة رئيس الجامعية الوطنية للمسادرين أرحب بك معنا مساء الخير مرحباً وعليكم سلام سيد طارق أبو المرقة بداية في إطار الأجراءات المتخضة الأخيرة التي ساهمت طبعاً في الرفع من فاتورة تصدير المنتجات الجزائرية خارج المحلوقات وفي كذلك تقليص فاتورة الأستراد وهو أبرز هدف اليوم سأناقشه معك سيد طارق أبو المرقة طيب لا بأس ووجب أن نقيم إجراءات 2023 على أن نسطر إجراءات أخرى عام 2024 ومن أجل هذا وجب أن نقلص أو أن نقيم الأجراءات التي قلصت فاتورة الأستراد من جهة وعملت على الرفع من حجم صادرات الجزائر خارج المحلوقات من جهة أخرى كيف ترى سيد طارق أبو المرقة كرئيس الجمعية الوطنية للمساطرين الأشواط التي قطعتها الجزائر في تقليص فاتورة الأستراد السلام عليكم مرحباً هنا هنا تقليص على التصدير فاتورة الاستراد سيترقب المرقة التي تم تقليصها في إطار الإجراءات تقليص الاستراد نعم ترجمة نانسي قنقر 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 ما رأيك في الأجراءات التحفيزية التي سطرتها الدولة من أجل العمل على أن المستهلك يعول على المنتوج الجزائري الذي طبعا فيه كل المعايير الدولية ويراعي هذه المعايير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تحدثت عن فتح رأس مال البنوك العمومية في الخارج وهذا ما حدث طبعا في 2023 و2022 كانت البداية على بنك عمومي بموريتانيا وسنينغال كذلك برأيك إلى أي مدى ساهم ويساهم هذا في الرفع من حجم التبادل التجاري للجزائر والدول الأفريقية والولوج للسوق الأفريقية أكثر سوق الأفريقية لعدة اعتبارات أول هذه الاعتبارات المجنقية من العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط الجزائر سواء على مستوى الثنائي أو لمستوى الجماعي الجزائر أولا مع الاتحاد الأوروبي التي تم توقعها في سنة 2002 ودخلت حيزة التنفيذ في سنة 2005 صحيح أن المنتجات الجزائرية يمكنها الولوج إلى السوق الأوروبي لكن السوق الأوروبي وكذلك الاستفادة من المزايا التي تمنحها هذه المنطقة منطقة السوق الأوروبية لكن السوق الأوروبي كما هو معلوم سوق مشبعة ومنافسة شرسة وبالتالي دخول المنتجات الجزائرية إلى تلك السوق ستكون بصعوبة جدا 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 كذلك الجزائر تربيطها علاقات متميزة في إطار التكتلات الدولية في إطار المنطقة العربية الكبرى التي دخلت إليها في سنة 2008 صحيح أن يمكن للمنتجات الجزائرية الدخول إلى هذه المنطقة المنطقة العربية الكبرى لكن في اعتقادي أن المنطقة العربية الكبرى وفرت المنتوج خاصة المنتوج الذي يأتي من جنوب شرق آسيا سواء المنتجات الصينية أو حتى اليابانية أو حتى الكورية أو كل هذه الدول يدخل إلى المنطقة العربية وبالخصوص إلى منطقة الخارج بوفرات كثيرة وبكميات كبيرة وبأسعار جدا نفسية وبالتالي دخول المنتوج الجزائري كذلك إلى هذه المنطقة يعني يكون له صعوبة في التمركز والتموقع في هذه السوق كذلك الجزائرية لديها اتفاقية في إطار الاندماج في الاقتصاد العالمي مع المنطقة الأفريقية وبحكم نحن أفارقة ما يعرف بمنطقة التبادل الحر الأفريقي التي دخلت إليها الجزائر في أول من جنوبي 2020 دخلت رسميا وبالتالي لما نقيم المناطق الثلاث نجد أن المنطقة الأفريقية هي التي يمكن بسرعة جدا وبوتير أكبر الدخول المنتوج الجزائري لهذه المنطقة والاستفادة من الامتيازات التي تمنحها المنطقة خاصة أن المنطقة تحدد أن المنتوج يعتبر منتوجا أفريقيا إذا كان يحوز على نسبة إدماج 40% وفي الجزائر لدينا العديد من المنتجات وربما المئات من المنتجات التي تمتلك نسبة إدماج 40% وبالتالي يعتبر منتوج أفريقي وبالتالي يستفيد من المزايا التي تمنحها هذه المنطقة من إعفاءات جمهوركية وضاربية واللاوحقها بالإضافة إلى أن لماذا تركيز على هذه المنطقة الأفريقية نتحدث كذلك عن الامتيازات الجبائية والضاربية التي تمنحها المنطقة التي دخلت فيها الجزائر منطقة التبادل الحر الأفريقي بالإضافة إلى القرب الجغرافي إلى هذه المنطقة الجزائر استثمارت كثيرا في البنية التحدث عن طريق الوحدة الأفريقية خاصة أن الدول الساحل تعتمد في جلب اتياجاتها من العالم الخارجي وبالخصوص على الجهة الغربية من القارة والجزائر استثمارت في الطريق الوحدة الأفريقية إلى غاية حدود مع دولة النيجر وبتالي يمكن دخول المنتجات الجزائرية إلى دولة النيجر ثم مالي وكذلك كل دول الساحل كذلك الجزائر استثمارت في البنية التحدث عن طريق تندوف يربط بموريطانيا عن طريق معبر الذي فتح في السنوات القليلة الماضية واليوم الجزائر تسعى إلى إنشاء طريق يربط بين مدينة تندوف إلى غاية مدينة الزويرات في موريطانيا بأكثر من 800 كيلومتر وتحمل تكلفته الجزائر لمدة وستستفيد الجزائر من عوائد هذا الطريق إلى أكثر من عشر سنوات وبتالي اليوم البنية التحتية موجودة كذلك ربط الجزائر بالغرب الأفريقي عن طريق خط بحري مباشرة نحو نواقشط في موريطانيا وكذلك نحو داكار في السينيغال إذن هذه تحضير الأرضية لدخول المنتجات الجزائرية والقرب الجغرافي وكذلك أن المنتوج الجزائر يحظى أولا من القبول من طرف المستهلك في تلك المنطقة كذلك القطاعات التي تعول عليها الجزائر في رفع من قدراتها التصديرية نتحدث عن قطاعات مهمة جدا والتي تمتلك الجزائر ميزة نفسية كبيرة في هذا المجال نتحدث عن مواد البناء خاصة الإسمنت واليوم الجزائر التي كانت في السابق دولة مستوردة لهذه المادة الحيوية اليوم أصبحت دولة مصدرة بإنتاج فاقة يقارب الربعين مليون طن وبالي يمكن تصدير حتى عشر مليون طن والسوق الغرب الإفريقي تحتاج إلى والسوق الإفريقية كذلك بصفة عامة تحتاج كثيرا إلى هذه المادة قبل أن نمر مثلا كما سابقا وأشرت لمعبر زويرات رئيسا كذلك نعم طريق زويرات طريق زويرات الذي من شأنه كذلك طبعا معبر تندوف الذي اليوم سينافس المعبر التقليدي للجزائر للولود للسوق الموريطانية من جهة ولسوق الأفريقية بشكل عام سوف طبعا نمر لمناقشة وتقييم هذه النقطة يعني إلى أي مدى كل هذه الأجراءات ستساهم للولود للسوق الأفريقية دعني فقط أستشير السيد طارق بولمرقى أنت معنا دائما سيد طارق بولمرقى ألو نعم نعم طيب سأستشيرك في إطار فتح رأس مال البنوك العمومية بالخارج كما سبق وعشرنا على غيرار موريطانيا وحتى دولة السنغال برأيك إلى أي مدى سيساهم أو ساهم ذلك في رفع من حجم التبادل التجاري بين الجزائر والدول الأفريقية للولود لعمق السوق الأفريقية ومنه الرفع من حجم صادرات الجزائر خارج المحلوقات هذه هي فتحة البنوك العمومية بالخارج أولا لك رئيس جمعية المصادرين هذه هي فتحة البنوك العمومية بالخارج المصادرين ناستشيرك لتعالج الانتجارة الانتجارة المعرفة باقي بسرعة البنوك العلومية بالخارج المصادرين كما يكون أسوري كاجكس وهو ستاريسك ستاريسك أطراندره هذا البنوك اللي تفتحت وهي حاجة مليحة وشلين طلبون طلبون يكونوا يخليهم يحلوه برسك يسيبه حاجة 20 شهر ويكون يخليهم يحلو دي بيرو دوليس ومكاتب تنسيخ ما بين المنتوج هنا المنتج الجزائري والمنتج لقد كنت تريدين المترجمات لتساكيرا لان ان يت ذاكيرا من أن نتحدث لتأكيرا وليس يجب أن نسيكير نسيكيرا لأن هذه المبيعية لنسيكيرا لسيكيرا لتجب أن نسيكيرا ولكن من أن تسيكيرا لقد تنتجة لأننا نستيكيرا لشخص الأنج في حاجة للشخص الأنج الجزائرية هي ديت معاونة هي مستخدمة لنا هذا ما نطلبه نحن كمصدرين نحن نتحدث عن الجودة لأن المنطوش الجزائري رحو دو جودة عالية لأن جميع من الانبستيسور اللي حبي انبستي بورفر انبرودي درك كتشوفه في في الزيطالاج وشكين درك عدو في تشترون لسرتيفيكات المعاونة من تعتورة حنا وشمتل بوتاني سيكوليتا بنشر جيد لسرتيفيكات طبعا لا في شروط المطابقة التي تطبق عليه في شروط المطابقة للمعايير الدولية طيب ابقى معي فقط سيد طارق المرقة أعود لسيد أحمد داحدوسي لأناقش معه هذه النقطة اليوم في طارق ما يقابله من أجراءات لأولا كما سبق وعشرنا من أجراءات لنية فعلية سياسية وإرادة سياسية من أعلى هرم في السلطة رئيس الجمهورية عبد المجد تبون الذي هو دائما من يعمل شخصيا على هذه النقاط للدفع بعجلة الاقتصاد الوطني يعني تقليص حجم فاتورة الاستراد والرفع من حجم صدرات الجزائر هي أجراءات مسطرة ووضحة ومعمول بها والنتائج يعني ميدانية اليوم بقى يعني لدى المتعامل الاقتصادي كذلك في إطار مطابقة منتوج الجزائر للمعايير الدولية كما سبق وعشرنا في الشروط المطابقة اليوم ما الذي وجب أن نقدمه للمتعامل الاقتصادي فوق كل هذه الأجراءات لضمان أولا مستهلك للمستهلك الجزائري وللولوج لأسواق الدولية كما قلنا في البداية أن التصدير ومهنة سلامتي والجزائر اليوم تحاول التحقيق أو الدخول في هذا المصار الجديد الذي عرفناه فقط في ثلاث سنوات الأخيرة هذا لن يتم إلا وفق استراتيجية محكامة تحدثنا في البداية عن تهيئة البنية التحديات تحدثنا عن فتح خطوط بحرية نتحدث كذلك عن فتح فروع أو فتح التبن ليس فروع وإنما بنوك جزائرية في الخارج هذا من أجل دعم المنتوج الجزائري في السوق الأجنبية لأنه كان المصدر في السابق صحيح كان هناك طلب للمنتجات الجزائرية في الخارج لكن المصدر الجزائري أو المتعامل لإقتصاد الجزائري كان يتخوف من التصدير كما أشار الأستاذ أنه لأنني لقي صعوبات في تحصيل أموالي اليوم من خلال فتح البنوك الجزائري في الخارج من خلال المعارض الدائمة ومن خلال المرافقة كما أشرت المرافقة السياسية لأنه كما تحدثنا عن تصدير تصدير مهنة ويتمع وفق استراتيجية محكمة مبنية على قواعد متينة وهذا ما تسعى إليه الحكومة الجزائرية شكرا لك سيد أحمد حدوسي الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي شكرا جزيلا شكرا لحضورك معي شكرا موصولي لك مجددا سيد طارق بولمرقى رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين شكرا لك جزيلا شكرا على دخولك هاتفية